هلأ وغلب المتابعين الحلوين لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي داليا ودي قناتي فيديو النهاردة عن تدميس الفول وإزاي ندم سفول في البيت ويطلع طري زي الزبدة وإشريته طرية حقول لكم سر إزاي نتطلعوا الفول طري زي الزبدة بس قبل ما ابدأ الفيديو انزلوا حطوا لايك واشتاركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوا لكم كل جديد البيت عندي زي كل البيوت المصرية الفول فيه أكل أساسية فأنا بقالي أكتر من 28 سنة بدمس فول مش بدمس فول في رمضان بس لا أنا بدمس فول طول سنة التلاجة عندنا لازم دايما فيها فول فتعالوا أقول لكم على الأسرار اللي تخلي الفول يطلع معاكم زي الزبدة وأحلى من المحلات وأحلى من اللي بنشريه من برا البيت أهم حاجة في الفول نوع الفول فيه أنواع للفول فيه المستورط والمستورط ده برضو كذا نوع وفيه برضو أحجام للفول وبردو النوع بيفرق في اللون الفولة وحجمها أحلى فول للتدميس طبعا الفول البلدي بتاعنا هنا لكن مش كل وقت بنقدر نلاقيه أو مش في كل مكان بنقدر نلاقيه ودايما بيبقى موجودة عند العطار لو أنتم بتعرفوش في نوع الفول يبقى أفضل طريقة أن احنا ننقع الفول لمدة 3 يام عشان نضمن أنه يستوي معنا ويطلع زي الزبدة لكن لو بتعرفوا نوع الفول يبقى خلاص تمام النوع البلدي بتاعنا ممكن يتنقع لمدة ليلة واحدة أو ليلتين بالكتير قوي ونبتدي ندمسه ولكن أحيانا بالرغم أن الفول البلدي بتاعنا ما بيحتاجش نقع كتير لكن أحيانا لو هو متخزن بقيله أكتر من كزا سنة فهنا برضو بيحتاج نقع أكتر فهو الأضمن الأضمن عشان تضمني أن أنت هتطلعي فول زي الزبدة انقعي 3 ليالي وما تخفيش حتى لو فولة نبتت مفيش مشكلة خالص إن احنا برضو حندمسها وهيطلع يجنن ومحدش يحس بحاجة ولا حيبن إن هو كان نبت ولا أي حاجة من دي خالص لو أنت بقى بتدمسي فول كتير وتنقعت كتير وشفتي قدامك الفولة قشرتها بتبان بعد النقع بيبان أنت تقدر يتعرفي إذا كانت دي خلاص ممكن تحطيها على النار وتسويها أو لأ بتبقى القشرة تكون اتفردت بالكامل وتحسيها كده طريق أو يعني لما تغرسي فيها مثلا دفرق كده لو غرستي دفرق فيها كده تحسيها تقطعت معاك بسهول هنا ده الفول ده يبقى جاهز إن انت تبتدي تسويه أو تدمسيه هنا أنا بأكد إن لازم ننقع الفول 3 أيام علشان أنا دايما بشوف ناس كتير وكومنتات وناس بتبعت لي تقول لي أنا بدمس فول بقى لي سنين طويلة لكن المرة دي طلعت حباية مستوية وحباية لأ أو أنا بدمس فول بقى لي كتير جدا لكن المرة دي طلع ناشف وقشرته ناشفع ومش راضي يستوي دي مشكلة بتواجه معظم الناس في تدميس الفول وعشان كده لما بيجربوا يدمسوا مرة ومرتين بعد كده بيرجعوا يشتروا من برة ويقولوا لا 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 إحنا نشتريه جاهز أحسن وأضمن من ما إن ندمسه في البيت ويطلع ناشف أو يطلع مش مستوي أو ما يطلعش الفول اللي هي زيب دا دي اللي تمسكيها بنصابك تلاقيها ما تعرفيش تمسكيها تلاقيها دابت كده لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والشارك والكومنتات ولا الشراك في القناة واستنوا الفيديو اللي حقلكو فيه إزاي تطلعوا لون الفول حلو وليه بيقولوا ندمس في الإدراء وما ندمس في الحل واللي ما عندوش إدراء يعمل إيه أتمنى لكم يوم سعيد باي باي